سألت لت أسئلة بتقول في رمضان كانت بتصوم وكده ولكن بعد الفطار كانت بتعود تتفرج على المسلسلات هل ده حرم الأوجب الانشغال في الأوقات الفاضلة بالأعمال الصالحة حتى كان السلف الصالح المحدثين اللي بيحدثوا بالحديث واللي بيفسروا القرآن كل دول كانوا بينقطعوا للتعبد والعبادة لكن نسأل الله سبحانه وتعالى القبول يا صاحبة السؤال